السلام عليكم معاكم قناة روحانيات ست البيت اتنين النهاردة القراءة او الكشف بالمصحف هيكون لأصحاب برج السرطان وبرج الحوت وبرج العقرب التلات ابراج دول هنعملهم قراءة بالمصحف وطبعا كل اللي انا هشوفه كالعادة هقولولكم مش اخبي عليك لا تحذيرات ولا اي شيء هيظهر قدامي هقولك امور كتير مستخبية عنك وامور كتير يمكن انت كنت تعبانة بسببها ومش عارفة ايه السبب ومش عارفة الامور دي بتحصل في حياتك ليه هنبدأ في الاول بقراءة برج السرطان في الاول والحوت واخر برج هيكون معانا برج العقرب يلا بينا نسمي الله وحطه النية معايا علشان اقدر اشوف لك كل حاجة باذن الله هنتكلم فيه كمان عن الخطوات الجاية اللي هتحصل وعن الامور اللي جاية اللي هتحصل باذن الله وكل شيء في الحياة باذن الله يلا بينا نشوف القراءة اول شيء معانا قراءة برج السرطان هنسمي الله ونبدأ قراءة برج السرطان بسم الله الرحمن الرحيم بصوا دي صورة النساء تمام ده الجزء الخامس صورة النساء علشان الناس اللي بتسأل عن الصورة بصوا يا اصحاب برج السرطان انا شايف انه انت متدايج ومخنوج وزعلان رغم ان انت بتحاول تتناسى او تنسى الاشخاص دي من حياتك او تنسى شريك معين في حياتك او تنسى الامور اللي بيعملها معاك انت يمكن فاط بيك وكمان يمكن تكون في كلام حاد بينك وبين شخص او بينك وبين الشريك ده اللي انا شايفه قدامي كلام كتير هجلهولك عنه بصوا يا اصحاب برج السرطان انت من الناس اللي اتظلمت في العلاقة اللي انت فيها دي ومن الناس اللي مش بحب اقول اتظلمت يعني كل حاجة مقدرة من رب العالمين وكل حاجة ربنا بيكرمنا بيها او بيدهانا بحلوها او بمرها فهي خير واكيد فيها خير وفيها رزق لينا من شيء معين او بشيء معين ولكن انت حاسس نفسك او ده الاحساس اللي داخلك وجواك يا برج السرطان انت حاسس ان انا اتظلمت ان انت نفسك يعني اتظلمت من العلاقة اللي انت فيها دي اتظلمت من العلاقة واتظلمت من الشريك ده كتير جدا الناس كلها اللي حواليك يمكن بتقدرك الا الشريك ده كل الاشخاص اللي حواليك بتقدرك وشايفاك ليك يعني ليك قدر وليك مكانة وانسان مفضل في حياتهم وانسان بتسندهم وبتساعدهم الا الشخص ده اللي دايما يعني دايما بيأذيك بالكلام او دايما عاوز ياخد من غير ما يدي انت تعبن معه بسبب ان هو انسان اناني جدا عاوز ياخد وما يديش حتى ولو بكلمة يعني بيحب ياخد كلام حلو بيحب ياخد افعال وبيحب ياخد كل شيء منك كل شيء منك ولكن من غير ما يبادلك نفس الامور دي او من غير ما يديك او انسان بخيل جدا جدا بصوا انا شايفة انه الانسان ده مش بخيل بس في المشاعر ده بخيل في المادة او بخيل في المال بخيل جدا وانت بتعاني منه انت كمان رغم ان انت ممشي امور نفسك وعارف تمشي امور بيتك لو انت متزوجة وعارف تمشي امور حياتك وولادك لكن برضو بتعاني من انتقاده وانسان منتقد من الدرجة الاولى بينتقدك في شغل بيتك بينتقدك في الامور الماديات بينتقدك ان انت دايما بيتهمك ان انت مش بتفهميه او مش بتفهم هو عايز ايه انا شايفة انه في مسافات بينك وكل اصحاب برج السرطان انا اتحداكم انه في مسافات كبيرة بينكم وبين الشريك ممكن تكون مسافات يعني انتوا جاعدين في بيت واحد بس في مسافات في التفكير وفي مسافات في الكلام في دايما تجنب من كلامك معاه دايما كلامه حاد فانت اللي هو يعني بتتكلم بالعافية وخلاص هو عودك على كده رغم انه هو يمكن يكون بيشتكي لبعض الاشخاص في حياته او في العيلة بتاعته من تقصيرك في الامور دي هو حاسس ان انت جليلة الكلام ما يعرفش ان انت بسبب اللي شفتيه منه او بسبب كلامه الحاد او بسبب اموره او بسبب الخلافات اللي في حياتكم من سعة ما بدأتي حياتك معاه من سعة ما بدأتي علاقتك معاه لو انتو مش متزوجين وانت بتعاني من كلامه لحاد واموره اللي مش واضحة الشخص ده عنده غموط كبير جدا لا يمكن هتعرفي اسراره مش سهل يعني انا بحب دايما في القراءة اقول كل حاجة الشخص اللي انت بتتعامل معايا برج السرطان لو انت راجل او يعني لو انت ستة او راجل فالشخص ده مستهل ابدا مستهل ان يظهر لك انت عارفة هو بيعمل ايه انت فاهمة تمام لكن مش متأكدة الشخص ده يعني انا مش هخوفك ومش هقول لك مثلا لا الشخص ده كذا او كذا بس عايز اقول لك انه الشخص ده مش بتاع يعني مش عاوز يدخل في اي علاقة غيرك فاهماني لو انت متزوج او لا هو مش عايز يدخل في علاقة غيرك تمام ولكن في دمه كده انه يكون حواليه اشخاص في دمه عارفين اللي هو غصب عنه هو عنده طبع اللي هو ايه انا حب ان انا يكون لي شخص واثنين وثلاثة لكن هو حطك بصي حطك ان انت ليك مكانة تاني يعني ليك مكانة لوحدك ليك مكانة لوحدك محدش ينفع يجي يقعد جنبك يعني اخره هو عارف نفسه وعارف انه داعف فيه وعارف انه يعني عارف انه هو مش جادر يتخلص من الكلام ده ومش جادر يتخلص من اموره دي وعايز اقول لك انه بعض العلاقات بيدخلها بسبب المال بعض العلاقات شريكك يا برج السرطان بيدخلها علشان المال ليه مصلحة مادية عند اشخاص فبيدخل معهم فيه علاقات لكن مش زواج ليه لان زي ما قلنا هو شايفك ان انت ما ينفعش يعني حد يقعد جنبك شايفك على فكرة حاجة كبيرة جدا وشايفك ان انت كمان صبرت معه وشايفك ان انت انت انسان صبورة عليه وشايفك ان انت يمكن اغلب الناس اللي حواليه حتى من اهله مصبروش عليه ومش شايف منهم اي عدل لكن شايفه منك انت شايف منك حكمة وشايف منك عزة نفسه وشايف منك اعتماد على نفسك وشايف منك بتقدر تحكميه في امور بيتك وتقدر تمشي لكن كلامه دايما بيكون عكس كل ده هتقولي لي لا ده كلامه عكس كل ده كلامه ده على فكرة نابع من انه شخص بينتقد فقط يعني خد يبالك الشخص ده لما بينتقدك بيبقى بيحبك واحتمال يكون ده برج ترابي احتمال يكون الشخص اللي انت بتتعاملي معه ده برج ترابي علشان كده هو انسان منتقد وانسان في طبعه الانتقاد لكن انتقاده ده للاشخاص اللي بيحبهم او للشيء اللي مش جادر يوصلوا او مش جادر يعملوا فيه اشخاص كده كتير في حياتنا على فكرة تمام هنكمل القراءة عايزة اقول لك او اقول لك يا اصحاب برج السرطان ان انت من الاشخاص اللي دايما عارفة حق الله ودايما عارفة انه ربنا ليه حق عليك سواء في العبادات او في الصدقة او في كل الامور الوجبة على كل انسان مسلم وعارفة انه طاعد زوجك وان انت حتى لو متضرر منه لازم تكملي ولازم تربي اولادك وعشان كده ربنا كرمك في المديات جدا وكرمك في محبة الناس وكرمك كمان فاولادك وحسة بنجاح اولادك وحسة ان انت عرفت تربيهم وعرفت ان انت تعوضيهم عن الجزء الاهمال جزء يعني هو جزء الاهمال البسيط من جانب الشريك لو انت متزوجة لو انت مش متزوجة حسة ان انت الانسان ده متعلقة به جدا ومش قادرة تستغنى عنه رغم العيوب اللي فيه ورغم الامور اللي بتعاني منها منه ولكن حسة انه فيه ربطة بينك وبينه حسة يعني ان انت فيه ربطة بينك وبين الشخص ده ومش يعني دي علاقة ابدية بينك وبينه وحسة كمان انه الانسان ده ليه دور كبير في حياتك يمكن هو من غير ما يقصد على كده ما بينتقد وبيعرضك ليه يعني بيأزيك بكلامه اوجات لكن كلامه ده بيمدك دايما بالنجاح وبالطاقة كلامه ده مش بيأثر فيك إلا بالإيجابي وهو عارف ده كويس وفاهم شخصيتك وفاهم ان انت انسانة مش من السهل انه حد وعلشان كده الانسان ده شايفك على فكرة من الأشخاص اللي ما ينفعش يحط جنبك أي شخص تاني مهما كان حبه ليه الشخص ده مش بيعتبرك شريك فقط او انسان بيحبه لو انتو مش متزوجين لا ده بيعتبرك ام واخت بيحكيلك وبيستشيرك وده يكفي يعني بصوا الانسان ده في محبة كبيرة منه ليكي او منه ليك ولكن يمكن كلامه عكس فيه اشخاص كتير بنجابلهم كده في حياتنا كلامهم مش حلو ولكن من داخلهم بيحبونا وبيقدرونا انا شايفة انه ان انت لازم تصبر على الشخص ده لانه نيته صافية من ناحيتك وكل الانتقاط ده طبع فيه مش بس ليك لكل الاشخاص اللي حواليه الاشخاص اللي بيحبهم وبيقدرهم وعارف انهم ناس يستحقوا الوجود في حياته تمام؟ على كد الانسان ده ما شايف نفسه لكن كمان شايفك ان انت نجمة عالية وشايفك ان انت انسان لا تعوض يا اصحاب برج السرطان انا شايفة ان القراءة مبشرة لاصحاب برج السرطان وشايفة ان القراءة فيها حاجات جميلة جدا انتظروا خير ورزق كبير جدا في العلاقة دي وفي علاقتك بالاطفال اللي في حياتك او الاولاد اللي في حياتك وعلاقتك بالاشخاص اللي حواليك فابشروا خير وما تنسونيش بدعوة حلوة وننتقل لقراءة البرج التاني فياريت يا برج السرطان ما تبخلش علينا بلايك بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ نشوف قراءة برج الحوت يا ريت ما تبخلوش عنه بلايك للفيديو واشتراك للقناة بصوا يا أصحاب برج الحوت انت ممكن تكون من الأشخاص اللي يومين دول كده حاسس بي يعني بصوا مديات حلوة فيه أمور حلوة كتير وفيه بدايات جديدة في حياتك وممكن تكوني لو انت مش متزوجة فيه خطوبة أو فيه بدايات كلام على الموضوع ده في حياتك أو يمكن لو ما فيش فاضل خطوة أو اتنين ويحصل فيه الأمور دي في حياتك فيه تجديد وأمور بتوضح أو ارتباطات للناس اللي مش مرتبطة وكمان لو انت مرتبطة فيه موضوع يمكن أطفال أو كده جاي في طريقك وانت ممكن تكوني كنت مكبر دماغك عنه أو يقست منه الأيام اللي فاتت وفي التفكير فيه بس بدأ يتنفذ الأيام دي معاك وبدأ خلاص الموضوع ده قدامك خلاص ومساكت الموضوع دي بأيديك وقدرت ان انت تتحقجيها الأيام دي فيه كرم كبير جدا جدا من رب العالمين ليك يا أصحاب برج الحوت وعاوز أقول لكم كمان أنه أنت من كتر الكرم ومن كتر الرزق ومن كتر الأمور الحلوة في حياتك كده هتحس بشوية يمكن أو اللي حواليك يعني هيحسوا بشوية تكبر منك عليهم أو شوية أن انت شايف نفسك ويمكن تكون سمعتها بالفعل الكلمة دي لو أنت شفت نفسك أو شفت نفسك تمام هتسمع كتير الكلام ده الآن مش جاية مش ده لأنه رد صرفات من أنت عملتها الأشخاص دي ولكن هم حسين بكده حسين أن أنت جاعدتك معهم أو من الأشخاص اللي في العيلة دول جاعدتك معهم جلت بطلت أن أنت تقعد معهم بطلت أن أنت تتحك معهم تتكلم معهم فحسين ببعد منك في التفكير وبعد منك في بتحاول أن أنت ترضيهم وتتقرب منهم ولكن يعني برضو هم حسين بتقصير في أشخاص في حياتك يا أصحاب برج الحوت حسين بتقصير منك في علاقتك بيهم الأشخاص دول من العيلة أو ممكن زوج أو ممكن أولاد على حسب يعني كل واحد ياخد الموضوع على حسب ظروف وهو علشان ما نفحش أقول حاجة واحدة فحد يرد عليه يقول لي لأ أنا مش متزوجة مثلا أو مش عايشة في عيلة لو أنت عايشة في عيلة أو متزوجة أو غيره ففي بعض الأشخاص في حياتك اللي حسين بتغير منك شديد تغير في الماديات وتغير في الشكل وتغير في الطباع وتغير يمكن هم حسينه وخصوصا في علاقتك بيهم أو علاقتك بيهم تمام؟ كمان أنت ممكن تكون بتحس ببعض الجلج أثناء النوم وبتحس دايما بدوخة لما بتكون واجف وده يمكن بسبب ضغوط في الشغل أو ضغوط في العمل بتحس نفسك أن أنت دايخ بتحس نفسك أن أنت دايخة في دوخة كده بتحصل معاك طول اليوم ونومك كمان اليومين دول فيه اضطرابات في النوم ممكن تكوني تعالجي من أنيميا أو ما شبه ذلك فيه أشخاص محوطينك يا أصحاب برج الحوت الأشخاص دول كانوا الفترة اللي فاتت مصرين يحبطوك أو مصرين أن هما يخسروك يعني يخلوك تخسر التوازن بتاعك أو تخسر الثقة بالنفس أو تخسر إصرارك أو تخسر أمور مادية معينة أو تخسر بعض الناس يعني شريك أو إنسان متجدم لك مثلا أو إنسان حابك كانوا دايما بيوصلوا لك كلام غلط أو بيدوك فكرة عن الحاجات أو الأمور اللي اتكلمنا عنها بطريقة خاطئة وهم متعمدين يعملوا كده علشان يخسروك الحاجات دي ويمكن أنت الأيام اللي فاتت دي كنت بتنتبه لكلامهم ده وبتفكر فيه بعض الوقت ولكن جاء عليك يوم سبت الكلام ده ورميته وراء ظهرك وبدأت تشوف حياتك وبدأت تمشي صح ممكن أنت كنت صاحب ناس مصح في حياتك يا برج الحوت أنت ما كنتش مصاحب الأشخاص الصح في حياتك بعدت عن أشخاص كتير واليومين دول بعدت عن الأشخاص دول وعملت كده زي غربال غربالت في الأصدقاء والأهل شفت مين اللي يستحق يعيش في حياتك أو يكون في حياتك ومين اللي يستحق أن أنت تشيله من حياتك خالص أو تخليه أو تبعده عن تفكيرك أو تبعده عن الحوار والنقاش معه بأي شكل من الأشكال يعني مثلا حاولت تتجنب الأشخاص دول لأنك شفت منهم الجانب الوحش أو شفت منهم الإحباط أو شفت منهم الطاقة السلبية أو شفت منهم الكلام في الظهر أمور كتير في حياتك عدت عليك الأيام اللي فاتت ويمكن كانت حياتك الأيام اللي فاتت زي الظلمة في ضبابية في ضبابية ما كنتش عارفات اختاري في شيء كان محيرك الأيام اللي فاتت يمكن في الشغل أو يمكن في علاقاتك كان شيء محيرك وكنت حاسب أنه أن أنت يعني مش عارف تتخذ القرار الصح للأشخاص دي أو مش عارف تاخذ القرار الصح في أمر معين كان بالنسبة لك مصيري لكن أنت اليومين دول أنا شايفة أنه في شوية توازن رغم أن أنت برضو بتحس نفسك أن أنت ضعيف في أشخاص كده في حياتنا بعدهم عننا يعني جربهم بيأزينا لكن بعدهم عننا بيأزينا أكتر أو بعدهم عنينا برضو بيأثر فينا بيأثر فينا وبيأثر في حياتنا وبيأثر في استمرار الحياة عموما لكن أنت في الأول وفي الآخر إنسان حكيم وإنسان بتقدر تاخد القرار الصح في الوقت الصح ما تضعفش أصحاب برج الحوت رغم اللي حصل في حياتك أو رغم الأمور اللي في حياتك دي ما تزعلش واخد بالك إنه الحلو كتير في حياتك لكن أنا مش عارفة أنت في غمامة على عينك كانت الأيام اللي فاتت بتحاول اليومين دول تشيلها لكن برضو يعني زي ما بنقولها كده هو أنت بتحاول تعافر تعافر يعني حاسس بوحدة فيه لقاء بينك وبين شخص يمكن أنت منتظر اللقاء ده يا أصحاب برج الحوت اللقاء ده هيحصل بعد انتظار طويل أو الحوار ده هيحصل في حوار معين أنت بينك وبين الشخص ده منتظره من فترة أو منتظر تبرير معين أو منتظر اعتذار معين فيه شيء معين هيحصل وبعده هتحس براحة نفسية كبيرة جداً وهتحس أن أنت عندك سلام داخلي هتحس أن أنت أي يعني بعد الحوار ده أو بعد اللقاء ده أو بعد المناقشة دي اللي هتحصل بينك وبين الشخص ده هتحس بسلام داخلي وهتحس نفسك أن أنت أي قرار هتاخده بعده هو القرار الصائب وفعلاً هو ده يكون القرار الصائب تجاه الشخص ده الشخص ده ممكن يكون من العيلة أو ممكن يكون حد أنت بتحبه متعلق به الأيام اللي فاتت حاولت شوية فك التعلق لكن برضو كانت الأمور دي لازم توضح أو اللقاء ده أو الكلام اللي انت حابب تسمعه ده من بدري أو من فترة طويلة وانت حابب تسمع الأمور دي والتوضحات دي كنت محتاج تسمعها علشان فيه يمكن دفاع عن نفسك بشكل معين انت حابب تدفعه أو شيء معين لازم توضحه فده هيحصل جريب انت مستني ومش راضي تيأس ومش راضي أن انت تمل ولكن الأمور دي بإذن الله هتحصل والأمور دي لصالحك سواء ممكن كمان في بعضكم يعني الأمور دي ممكن تكون بسبب كلامة جال عليك وانت حابب ترد عليه مش أمر بينك وبين حد انت بتحبه خاصل لا في كلامة جال عليك ممكن يكون من الشخص ده وممكن يكون من أشخاص فانت حاول توضح هتحاول توضح الصورة دي أو توضح الموضوع كان عامل ازاي أو انت كان لك دور فيه ازاي انا شايفة انه في حاجة جديدة انت مش تجيها يا أصحاب برج الحوت ممكن تكون بيت جديد أو عربية المهم انه فيه أبواب كتير جدامك بتتفتح وفيه أشياء كتير في حياتك بيحلم بها أي حد انت بتحصل عليها اليومين دول بدون مجهود منك يعني بدون مجهود منك الأيام دي تمام ممكن يكون فيه قرس ممكن يكون فيه شيء معين انت هتحصل عليه والأمور دي على فكرة هتغير حياتك خالص وتغير اختيارك للأشخاص فحاول تحافظ على المال ده أو على الرزق ده وحطه دايما فيه مكانه الصح وبلاش تفزير وبلاش ان انت تتصرف في الأموال دي أو في الرزق اللي هيجيلك ده بعشوائية كده حاول ترتب أولوياتك لأن هيجيك الأيام اللي جاية دي هتكون محتاج لكل جرش فحاول ما تكونش يعني انت دايما حكيم في التصرف في الأموال وفي الأمور دي ولكن اليومين دول أنا يمكن شايفة فيه أمور كده في حياتك مش قادر تتخذ فيها قرار أو حاسس ان دماغك مشتتة بين أمره واثنين وثلاثة حاول تركز فيه الأموال اللي جاية لك دي وحطها في مكانها الصح ان شاء الله فيه رزق كبير جدا لأصحاب برج الحوت رزق في العلاقات ورزق فيه الأموال ودايما أنا بحس انه برج الحوت من الأبراج المرزق جدا فيه الشغل لو انت بتشتغل فيه دايما تقدم وفيه ترقيات وفيه أمور كتير جدا حلوة بيتمنها أي حد من الأشخاص اللي حواليك بتجيلك بكل سهولة بسم الله ما شاء الله كده نكون خلصنا قراءة برج الحوت هنشوف البرج التاني اين وكده هنبدأ نسمي الله ونشوف قراءة برج العقرب بسم الله الرحمن الرحيم قراءة برج العقرب أنا شايفة انه برج العقرب فيه بدايات جديدة كتير في حياتك وممكن تكون البدايات دي في أمور كتير أنا هقول لك طبعا كل اللي أنا شايفها أنا عايز أقول لك ان انت يمكن يا برج العقرب فيه صلح بينك وبين شخص معين فيه صلح بينك وبين شخص معين والصلح ده كان بعد مشاكل كبيرة وخلافات فيه فترات طويلة عدت عليك بينك وبين الأشخاص دول كان فيه انقطاع تواصل وانقطاع كلام وكان فيه زعل وكان فيه ممكن تكون الناس دي في العيلة يعني انت كنت بينك وبين العيلة خلافات كبيرة جدا وكانت فيه أيام زعل كتير أنا شايفة انه بعدها فيه صلح وفيه أمور بتتصلح في حياتك وفيه نهار بعد ليل فيه نهار بعد ليل يا أصحاب برج العقرب بصوا يا أصحاب برج العقرب أنا شايفة كمان انه ان انت من الناس اللي اللي عايزة أقولها لك بطريقة يعني تفهمني بيها انت من الناس أو فيه أشخاص في حياتك تعبينك جدا فيه أشخاص محيرينك فيه أشخاص كده مش عارفين يريحوك يعني لو أولادك كده بتقول لهم شرج بيقول للغرب يعني دايما مختلفين في الرأي فيه شخص أو أشخاص في حياتك انت دايما مختلف معهم في الرأي ومش عارف ان انت تفهمهم وجدة نظرك ومش عارف تسيطر عليهم ومش عارف توريهم الطريق الصح غلوبت وتعبت في الكلام مع الأشخاص دي ومش عارف تفهمهم انه الطريق اللي هما ماشيين فيه ده غلط او هما بيعملوا ايه في نفسهم بيعملوا فيك انت ايه كمان انا عايزة أقول لك كمان انه فيه ممكن مال كان ضايع منك يا أصحاب برج العقرب والمال ده أو الأمور المادية دي اللي كانت فيها ضياع وفيها يعني كنت حاسس ان انت فقدت مال او حاسس ان انت فيه شيء خسرت فيه معين او حاسس الايام اللي فاتت دي او يمكن لحد الآن انت حاسس بخسارة مادية في شيء معين او حطيت مالك في شيء مع ناس ما استحقهوش او ضيعت مال معين مع اشخاص او في مشروع او في حاجة ما جابت لكش اي شيء تمام كده اه لكن انا عايزة اقول لك انه فيه تبديل حال من رب العالمين لكن اصبر شوية اصبر يا أصحاب برج العقرب انت دايما صبور ودايما انسان صابر ودايما انسان يعني بتصبر وبتلاقي فاصبر المرة دي علشان خاطر انت يمكن يكون صبرك نفد او يمكن تكون اليومين دول حتى بتقول لنفسك يعني انت داخل القراءة علشان بتقول لنفسك يعني هو ايه الجديد اه ما انا حياتي تدمرت واللي كان كان او الفلوس ده انا خلاص خسرتها او الحاجة دي انا خلاص مش جادرة عوضة او كل الكلام ده اه لكن اه عايزة اقول لك انه اه انه يعني فيه فيه اللي هو ايه بص اصبر يعني بص كده في سطر من السطور اللي هو اصبر اه ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيضيع تعب ولا مجهود ولا حج حج كل شيء ليك هتاخده مش لازم من اشخاص بس من رب العالمين ربنا هيكرمك وهيكرمك بتعوضات وممكن الشيء اللي انت خسرت فيه ده ترجع تلاقي انه الامور اصبحت تمام والامور اصبحت زي الفل ولو ده ما حصلش يبقى فيه تعوضات من جانب تاني من رب العالمين ليك يا اصحاب برج العقرب اه انا عايزة عايزة اقول لك كمان انه فيه شخص معين ظالم جدا جدا في حياتك يا اصحاب برج العقرب وانسان كده شايف نفسه وانسان سبحان الله يعني يعني بتقول لنفسك انا ربنا بتلاني بالشخص ده او بالانسان ده ممكن يكون على فكرة مقرب ليك مش شريك ممكن يكون شريك لكن انا شايفة انه من الاشخاص المقربين ممكن يكون اخ ممكن يكون من الاهل تمام فالشخص ده انت شايف انه ابتلاء ابتلاء وجوده في حياتك ابتلاء انسان ظالم انسان يعني استغفر الله العظيم انسان مرزيك في كل امور حياتك انسان وجوده وكلامه وكل حاجة في حياتك بيمدك دايما بالطاقة السلبية وبيمدك دايما بالحظ الوحش وبيمدك دايما بالنظرة والحسد بيحسدك يعني عايزة اقول لك على كد ما يقدر الانسان ده حقودي جدا ليك خد بالك يا اصحاب برج العقرب من الاشخاص الحسديين دول او اللي بيحسدوك لانهم بيجروا عليك جدا 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 وبيمكروا لك او بيحضروا لك مكائد يمكن انت حاسس بالكلام ده او حاسس بالكلام اللي بتقال في ظهرك فحاول دايما ما تبايلهمش الماديات بتاعتك عاملة ازاي او رغم ان انا شايف ان هم اصلا موجودين في حياتك وقريبين جدا واخدين بالهم منك كويس خالص لكن حاول على كد ما تقدر تخبي الماديات بتاعتك او الامور المادية يعني تخبي نفسك منهم على كد ما تقدر لانهم عينهم بتر يعني بسم الله ما شاء الله عينهم يعني عايزة اقول لك عينهم بترشك كده هو بتفلق الحجر تمام لكن وانت عارف ومتأكد وحاسس وكل حاجة وحاسس انه الامور اللي في حياتك متلغبطة والزعل دايما والنكد اللي في البيت ده والهموم اللي انت شايلها وبتشيلها من فترة تانية بسببهم لكن انت دايما سابع على الله وحلو جدا ان احنا نسيب الامور دي على الله ونسيب امور الحسد والامور دي على الله لو ما قدرناش نتصرف ولكن في بعض الحاجات لازم تعملها دايما لو هم موجودين في بيتك او دايما بيهدوك او دايما لهم شيء عندك في البيت تخلص منه ودايما استغفر الله في قلبك اول ما يبدأوا يجروا عليك او يحسدوك او دايما تحس نظراتهم متجهة ليك بالحسد والقر دايما استغفر الله كتير جدا ولو حتى بصوت عالي وسمعهم ان انت بتستغفر الله يعني بصوا استغفر الله بصوت عالي كتير جدا فوق التلاتين مرة وسمعهم الاستغفار والاي حد بيحسدنا في حياتنا سمعوا الاستغفار كتير جدا بدأ يتكلم عنينا بطريقة مش حلوة فيها حسد وجر او بدأ ان هو ينظر لنا النظرة بتاعة الحاسد دي اللي احنا عارفينها ومتأكدين منها تمام لشيء في حياتنا او شيء في ايدينا او بيحسدنا لشكلنا او لأي شيء اي امر من الامور لحياتنا وحياتنا طبعا كلها نعم تمام فابدأوا استغفر الله بصوت عالي كتير جدا جدا وسمعوا الاشخاص دول دي كانت كده قراءة برج العقرب يارب بتكون القراءة سهلة وبسيطة عليكم ياريت ما تبخلوش عاما بلايك للفيديو واشتراك للقناة والسلام عليكم